بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أود أن أقدم تحية إلى القضاة الشرفاء الذين لم تطلخطخ أيديهم بدماء الأبرياء ولا بالأموال الفاسدة وأوجه وصية إلى القضاة الفاسدين أقول لهم والله لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم كما أن هؤلاء القضاة إن فروا من عدالة الأرض لن يفروا من عدالة السماء وستحاصرهم دماء الأبرياء وصرخات الثكال والأيام واليتامة أما بعد أود أن أنطلق من سؤال تأسيسي صدرت به اللجنة أعمالها وهو أي قضاء نريد بعد الثورة من نحن حتى نريد؟ هل نحن نريد؟ أم الشعب الذي يريد؟ أي قضاء يريده الشعب؟ القضاء الذي يريده الشعب ليس قضاءً فرنكفونيًا ولا قضاءً أنجلوسكسونيًا وإنما قضاءٌ يستجيب لحاجاته لابد أن يكون هذا القضاء مراعيًا لثلاث خصوصيات الخصوصية التونسية وخصوصية الهوية العربية الإسلامية والمعايير الدولية حينما نراعي الخصوصية التونسية نعرف كيف يتعامل التونسيون مع القضاء التونسي ديما يقول إذا كان يخصيمك الحاكم يشكون بش تخاصم إذا كان الحاكم هو الخصم والحكم فإلى من يشكو المواطن؟ تجربة المواطن التونسي مع القضاء فيها الكثير من الخوف والكثير من التعصف مع القضاءة الفاسدين ولذلك المواطن التونسي يحب قضاء يراعي خصوصيته بأن يحاسب أولاً الفاسدين بأن يقصيهم وبأن يراعي في حقهم الحق والعدل الخصوصية التونسية تريد أن تتجاوز مع سنوات القهر والسنوات العصف لأن اليوم عندنا ناس واقفين في القصبة في اعتصام هم أبرياء وظلمهم القضاء في وقت من الأوقات هذا القضاء الذي كان يتلقى تعليماته بالهاتف ويتلقى تعليماته من خارج السياق القضائي القضاء أيضاً نريده أن يراعي خصوصية الهوية العربية الإسلامية بعض الناس وقتل يصنعونا نحكو عن الهوية العربية الإسلامية يقولون أنتم تحبوا تغيروا النمط لمجتمعي وأنتم تحبوا تجيبوا مجتمع جديد مش صحيح نحن الأصل ولساً الاستثناء المجتمع هذا مجتمع عربي إسلامي كان فيه قضاء شرعي علشان يوم ما نحكوش على قضاء شرعي يراعي الأحوال الشخصية ويهتم بالمجالات الشرعية هذا القضاء الذي همشه ونحن ننظر في قائمة المصادر والمراجع وفي الاستماعات وفي الدول التي تمت زيارتها كلها تحيل على مراجع أجنبية كأن في تاريخنا مع الناس تاريخ فيه قضاء وكأن في السنة النبوية مع الناس موروث قضائي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القضاء والثلاث قاضيان في النار وقاضم في الجنة لابد من التحري في مسألة القضاء القضاء ليس فقط فيه شرط الأكاديمية وإنما فيه شرط العدالة والعدالة هي غير عدل لابد أن تتوفر في القاضي مجموعة من الشروط لتجعله كفأً وتجعله قادراً على أن يحكم في الناس دون أن يتورط في الفساد ودون أن يتورط في المحسوبية ودون أن يتورط في العلاقات الشخصية هذا القضاء الذي يراعي خصوصية لهوية العربية الإسلامية هو الذي يريده الشعب حتى لا يظلم مرتين مرة في العهد السابق تحت التعليمات والخوف ومرة ثانية تحت الاستجابة للضغوطات أو الاستجابة للتعليمات أوجز أوجز يا جمال نعم التعليمات من خارج الفضاء العرمي الإسلامي أخيراً الشعب يريد قضاء يراعي المعايير الدولية التي تتكون من الاستقلالية والحياد والنزاهة هذه المعايير الدولية هي التي تجعل القاضي قادراً على أن يؤسس القضاء المستقل لأن القضاء الذي يكون مستقلاً ويكون محايداً ويكون نزيهاً هو الذي يمكن أن يكون أساساً يؤسس للعدل ويكون هذا العدل أساس العمران ويؤسس للدولة النموذج التي يطمح إليها كل التنسيين والسلام عليكم